السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل حاجة ازاي ان هم لو لمسوا حاجة يخسلوا ايديهم ويحافظوا على نفسهم ويعتنب نفسهم من اي حاجة انا طبعا عشان اواعي ولادي بدل ما اقول شوية محمد اخسل ايدك وزهقوا من كتر التكرار يا ماما يا ماما احنا عملنا احنا عاديين في البيت محبوسين لا انا حبيت ان احنا الفيديو ده دي فكرة شفتها وحبيت ان انا نفزها معاكم عشان تعرفوها فانا جبت طبق في فلفل عادي مطحون كده حطيته في حبة مية وطبق تاني في مية بصابون وبدأت ان انا اوريهم ازاي ان الفيروس ممكن يبعد عن ايدي لو انا استخدمت الوقاية صح لو انا استخدمت سبل التعقيم صح فحطيت صباعي في المية هنا هل لو انا ايدي مش نظيفة ولو حطيت صباعي هنا في المية هل المية جرالها حاجة تأسرت باي حاجة ولا اي حاجة خالص على عكس لو انا غسلتها في طبق الصابون وحطتها تاني اللي بيحصل رجع تاني لو حطيت صباعي في المية اللي فيها حبات الفلفل ما فيش اي حاجة تحركت خالص منها على عكس ما هحطها في المية بصابون ويلا نخسل ايدينا وندعك ايدينا كويس اول ما بنجرد ما بحط ايديها تحت المية الدفية والاول السخنة مسخنة قوي يعني وحطها بالمية بصابون وابدأ ان انا اخسلها كويس كده وادعكها والولاد بيتعلموا طريقة النظافة الصح هورجع احطها في الطبق اللي بيحصل هنلاقي حبات الفيروس دي او الفلفل دي اللي احنا عجبينها مثالها تبعت خالص وهتبدأ هيبدأ انهم يهتموا هيعرف ان انا كل مخسل ايدي هحافظوا على نفسي وبكده دي كانت وصفتنا النهاردة بحب اشكركم جدا على المتابعة يا رب اكون قدرت اقفتكم بحاجة جديدة النهاردة تحياتي ليكم قناة مامة عالية ما تنسوش ان احنا محتاجين ان احنا ندعي ربنا كتير ندعي ونستغفر انتم لربنا سبحانه وتعالى رب نيرطف بينا ويعدينا بخير ونرجع للقرآن والسن هم اساس كل حاجة اشتركوا في القناة